الرابع عصرا بتوقيت القاهرة عرض الأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر أهلا بكم أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي يتكون من أربعة مساعدين وسبعة عشر مستشارا حيث قرر الرئيس تعيين كل من بكينام الشرقاوي مساعدا للرئيس الجمهورية للشؤون السياسية وسامير مرقص مساعدا للرئيس للتحول الديمقراطي وعصام حداد مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وعماد عبدالغفور عبدالغني مساعدا لرئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعي المساعدين هي قرار بتعيين يعني يبقى موجود داخل مستشارين هي هيئة استشارية سلتقي بها السيد الرئيس بشكل منتظم وبشكل على فترات محددة ستشكل لها أمانة وستكون هذه الهيئة هي الهيئة تمثل العقل الجمعي للأمة المصرية التي يتم الحوار والنقش فيها في مجمع القضايا المشهد السياسي الداخلي والخريج الهيئة كما قلنا دي مرحلة أولى ستتسع لمزيد من الكفاءات الوطنية وأبناء الجماعة الوطنية من كافة ألوان الطيف السياسي المصر هذا وتوجه اليوم الرئيس محمد مرسي إلى الصين في ثالث جوالته الخارجية منذ توليه الحكم في يونيو الماضي وتستغرق زيارة مرسي إلى الصين يومين يبحث خلالهما سبل تدعيم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين كما يوقع مرسي خلال هذه الزيارة عددا من الاتفاقية التجارية واصل متظاهر والرابع والاشرين من أغسطس صباح اليوم اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة وذلك للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ورفض أخوانة مؤسسات الدولة هذا وقد شهدت حركة المرور حالة من السير الطبيعي بعد قيام قوات الأمن المركزي المختصة بتأمين قصر الاتحادية بفتح الطريق مرة أخرى قال الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على عدم التفريط في أي شبر من أرض سيناء وقال الرئيس الأركان خلال لقائه بأبناء وقيادات العشائر في جنوب سيناء إن القوات المسلحة والشرطة لن تسمح بوجود بؤر إجرامية في أي بقعة على أرض سيناء وأنها في ظل الإجراءات المتخذة حاليا لن تمس بريئا أو شريفا من ناحية أخرى قامت قبيلة البراهمة بمدينة رفح بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لعناصر القوات المسلحة وذلك بهدف تشجيع باقي القبائل على تسليم الأسلحة غير المرخصة لعودة الأمن والاستقرار لشبه جزيرة سيناء يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات ردم وهدم الأنفاق الحدودية المنتشرة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من السكان استجاب لتحذيرات الأجهزة الأمنية بإغلاق الأنفاق الموجودة لديهم ويقومون بالإبلاغ عن أي نفق آخر كشف دكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وعن أن اللجنة حسمت بالأمس قضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية وذلك برفعها للتصويت في اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية للدستور أعلن نادي قضاة مجلس الدولة اليوم رفضه التام لفكرة القضاء الموحد ودمج مجلس الدولة مع أي هيئة قضائية أخرى أو دمج أي هيئة أخرى معه ورفض جميع المناقشات جملة وتفصيلا التي تدور في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حول هذا الموضوع وقد طالب قضاة مجلس الدولة رئيس الجمهورية باحترام تعهداته بأنه سيكون حاميا لاستقلال القضاء ونادي قضاة مجلس الدولة من استقرار على رفض الأفكار الداعية للقضاء الموحد والتمسك بالنص دستوريا على مجلس الدولة كجهة قضاء مستقلة وبيان اختصاصاته على الرغم من ذلك فإن الدعوة إلى القضاء الموحد التي يطلقها البعض حاليا ما يكاد يخبو نيرانها حتى يزكيها وينفق في كيرها صوت هنا وآخر أبدى محمد أنور عصمة السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اعتراضه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية وطالب السادات في بيان اليوم الرئيس محمد مرسي بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون باعتباره انتهاكا لحرية التنظيم وقيدا على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها وضعت مدينة السلوم ثمانية عشر سيارة إسعاف في انتظار وصول جثث المصريين الغارقين قبالة سواحل المصرية الليبية كانت وكالة الأنباء الليبية قد أفادت بأن أربعين مهاجرا غير شرعي قد لقوا حتفهم بعد غرق قارب صيد مصري الليلة قبل الماضية لهنا ينتهي موجود الأخبار قدمناه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر تفاصيل أوفع عن هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على شبكة الانترنت ونستغلوا كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتين على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر